بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أشاد سعدة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالجهود التي تبدلها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص وأشار العسومي لأن البحرين تؤكد ريادتها على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بكافة أشكاله وصوره كما تتمتع بتجربة فريدة ومتميزة في هذا المجال وهو ما يعكس حرص جلالة ملك البلاد المعظم على احترام وصون كرامة الإنسان وهو ما جسده بفوزها بالفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي فضلا عن القوانين والاتفاقيات التي انضمت لها المملكة لحماية حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص اشتركوا في القناة